ميولي الجنسي تجاه الرجل أو الامرأة صحيح بإحساسي وبفكري ما أخذت قرار فيه نهائي لأروع القصص اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب شخص تحرش فيه كيف حسيت هل صار فيه علاقة صار فيه ملمسات ما شغلت راسي بالموضوع هل تتذكر أي شعور تركت لك هذه العلاقة بعمر سبع سنين ما كان عندي رفود لأنه كنت حاسس بأطمئنين لأنه الشخص الثاني كان أكبر مني وراشد وتعطى معي بطريقة كتير مقدبة ما خوفني بشي ما خفت عم نحكي بعمر سبع سنين لها المراهقة كيف حسيتم هالمويول الجنسية عم بتزيد تجاه الرجال يعني عادة الشاب عمر المراهقة أيام المدرسة الصابب ينجزب للبنت هل كان عندك هذا الانجزاء بتجاه البنات كان عندي انجزاء بتجاه البنات نعم وتجاه الرجال بنفس الوقت صح وتجاه زملائك يعني بالمدرسة صح هل كان فيه هل صار فيه مثلا مليمسات مع البنات أم لا وقفت بس الأعجاب طبعا كان فيه مليمسات وكان فيه أعجاب الفريد هل صار فيه حادثة تانية مثلا قدرت تكون حادثة مفصلية تأكد أكتر أنه أنت عندك ميول أكتر تجاه الرجل الحادثة هي أنه كنت حس حالي فيه عندي ميزة بعلاقتي مع الشباب ومع الصبايا شو الميزة كان فيه إصغاء كتير من الطرف التاني بالنسبة لأليه الرجل أو المرأة الرجل حدا بأي عمر عم نحكي يعني لما تخطيت السبع سنين بالتسعة والعشر سنين حسيت عندي قوة أنه أنا عندي شي مغير عن غيري صاير معي بكير وعندي خبرة أنه أنا تقبلت شي المجتمع بيرفضه أو بيقوله عايبين عمل عم نكبر شوي أكتر يعني بالمراهقة أكتر نعم نفس الشعور كان عندك أم حسيت ميولك الجنسية تجاه الرجل كانت عم بتزيد إذا بدحكي أنا بعمر 18-19 عم بتكبر مع الوقت بيصير في ننضج بالفكر أكتر بيصير في خبرة أكتر بالحياة نعم بيصير عندي نظرة غير أكتر أكبر للموضوع بيصير في مسؤولية أكتر مسؤولية؟ نعم من أي ناحية؟ إذا بقول أي أو لا؟ شو كنت تقول؟ بعد نعم بعمل خبرة تأخذ قرارة أكتر؟ تأخذ قرار إذا أنا ميولي الجنسي تجاه الرجل أو تجاه الرجل أو الامرأة صحيح بإحساسي وبفكري ما أخذت قرارة في نهائة لليوم بعد؟ لليوم بس عمرك 35 سنة؟ ما في عمر معين بالنسبة لأيلي إذا قررت تجوز ب35 سنة ممكن جيب ولد وإذا قررت ارتبط برجل كمان ما بيأثر العمر؟ وارد الفكرة الفكرتين واردين بعد ما أخذت قرارة شو ناطر لتحدد؟ يعني ما فيك تعرف إذا أنت عندك ميول جنسية تجاه الرجل أو ميول جنسية تجاه المرأة يعني بالخيلات عندك مثل ما كنت عم تحكي دكتور أزعور قبل شوي نعم موجودة بالخيل نعم بس تأخذ قرار فيها أنا بحب يكون فيه في دليتي للموضوع يعني بدي يكون فيه إخلاص بالقرار اللي بدي أخذه نعم من قبل مين الوفا؟ من الطرفين من الطرفين بعمل إيت شخصي أدام لك الوفا؟ وأنا أخذ منه وفا لا أبعد ترجمة نانسي قنقر